أستعين على قضاء حوائجي بالكتمان وأستشير أهل الخبرة وأهل الثقة وأهل القرب مني لو في حاجة أنا عايز أعملها محتاج فيها استشارة لكن ما تكلمش كتير مال على بطال والفاضي والمليان في خطوات أنا بعملها عشان ما يحصلش يعني أنا نفسي ضاميري هيئنبني لو حكيت للقريب والبعيد اللي أنا بعمله أو اللي أنا ناوي أقتنيه أو ناوي أشتريه أو ناوي الخطوات معينة فأشعر كده أن مش كل النفوس كانت صفية لما سمعت النعمة دي أو الخطوة دي وأنا نفسي بروح متدايق أن أنا زودت الكلام وإيه بنقولها كده بالمصري عندنا رترط بالكلام مع من لا يستحق أحدث بنعمة ربنا من ضمن معانيها الجميلة جدا أن أنا أستخدم نعمة ربنا في طاعته وفي إكرام الناس وإذا سئلت عن خطوة معينة مش محتاج أن أنا أجدب أقول الحمد لله ربنا يسر إدعولي أو أحكي بالتفصيل لمن أرى أهل ثقة وهيفرح لي ويدعيلي ويشور علي بشورة تنفعني فالقامر وسط مش بنجذب لو تسألنا ومش بنزود الكلام مع من لا يستحق أو الغير مقربين فنوزن الأمور ودي ده جزء من خبرات الحياة للإنسان بيتعلمها بيتعلمها بالعلم وبيتعلمها بالغلط لما يغلط ويزود الموضوع أو يخبز يدعو نزوم درجة أن يشتهر عنه أنه خواف أو كذاب أو ما بيحكيش حتى للمقربين بشكل بيبعدهم عنه والله أعلم